بحث سبل تعميق التعاون المغربي السوداني في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية شكل محور من منتدى الأول حول العلاقات المغربية السودانية المنظم اليوم بالرباط هذا المنتدى الأول قام بموجب اتفاق تم توقيعه في الرباط في العام الماضي وبموجب هذا الاتفاق تلتزم المؤسساتين بإغامة تبادل الزيارات وإغامة المنتدى المشتركة وتبادل الباحثين وهكذا ولذلك نفتكر أنه مثل هذه اللغاءات ستسهم مساهمة فاعلة في دبع العلاقة بين السودان والمملكة المغربية مثل هذه المؤتمرات تسهم مساهمة فاعلة في تقديم التوصيات وتقديم الحلول وكيفية الارتقاء بهذه العلاقات الاقتصادية لتكون في مستوى العلاقات السياسية وخلال هذا المنتدى المنظم بمبادرة من معهد الدراسات الإفريقية بشراكة مع مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحث بالخرطوم سينكب باحثون وسياسيون وحقوقيون ومستثمرون من البلدين على دراسة سبل تعزيز العلاقات بين المغرب والسودان وكذلك بحث سبل توسيع نطاقها عبر استكشاف فرص الاستثمار وتبادل التجارب القطاعية هذا عمل علمي ولكن أيضا عمل تطبيقي يهدف إلى إعطاء كل تطورات أو تصورات حول تطوير هذه العلاقات حاليا وأيضا مستقبل ويدخل في نطاق برنامج علمي للمعهد لتعزيز ودراسة وتحليل مختلف مظاهر العلاقات المغربية السودانية على المستوى السياسي واقتصادي والجماعي والتقافي أشغال هذه الدورة ستختتم بإصدار توصيات لتفعيل أهداف هذا المنتدى الأول على أن تعقدت دورة الثانية السنة المقبلة في الخرطوم